طب ونحن ننشئ الآن أماكن جديدة بميادين جديدة لماذا لا يكون فعلاً فيها تماثيل جميلة؟ فيه هل تتكلم حضرتك أنه لأن فيه فترة من الفترات في مصر الحمد لله اختفت حالياً لكن كان فيها مثلاً تحريم لأشياء كثيرة منها التماثيل وإنها حرام وإن أيها لا ده فكرة طبعاً مش بتاعنا يعني انتهى نحن وسطيين يعني هل انتهى؟ لا مش موجود لا فيه عندنا نحاتين شباب حلوين جداً جداً فيه أحمد موسى اللي عامل تمثال بتعمامشة أهل مصر ده حاجة جميلة أوي من شباب الفنانين الوعدين فيه محمد ردوان فيه عصام درويش فيه لا مصر وفيه بنات بقى النحاتات البنات بقى حاجة عظيمة يعني كنا في سومبوزيوم أسوان من شهر اللي هو طبعاً السومبوزيوم عظيم يعني بقى له 27 دورة لقينا بنات عاملين جرانيت جرانيت ده يعني مادة صلبة جداً جداً ويعني فيه نحاتات عظيمات يعني وفيه فنانين موجودين وفيه تمثيل لكن الدنيا مش متشافة أنا مش عارفة مش متشافة فيه فرق بين إنتاج النحاتات يعني النساء والرجال لا 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 حجر جرانيت يعني صخر بتاع أسوان ده قاسي جداً يعني فالستات لا في كل المجالات هيلين يعني طيب تصريح مزاولة المهنة بتصدر من النقابة؟ لا مال منين؟ أنا ما عنديش تصريح مزاولة مهنة أنا عندي فنانين تشكيليين بياخدوا كرنيل النقابة وعندي يعني أي حد ممكن يتولى عمل فني في الشارع المصري دون أن يكون عضو عضو نقابة أو حتى منتسب؟ لا ما لوجه دعوة ما لوجه دعوة بيجوه للنقابة في حالة واحدة لما يكونوا عايزين يسددوا الاشتراكات لا مش الاشتراكات يكونوا عايزين ياخدوا الميزة بتاعة الإعفاء الضريبي من الأعمال الفنية لأن فيه نسبة بتتدفع للنقابة وأنا عندي قانون مهن حرة إن أنا معفاة من الضريب فهي دي الحالة الوحيدة لكن فيه كتير جداً فنانين كتير جداً مش مشتركين في النقابة ولا أقدر أقولهم أنتم بتعملوا إيه؟ من أين تأتي موارد النقابة؟ موارد النقابة ضعيفة جداً موارد النقابة من الاشتراكات الفنية الفنانين ومن الاثنين في المية دي بتسدد من قيمة العمل إجمال العمل عشان ياخد إعفاء ضريبي من أظن أنا ما عنديش حاجة تانية يعني مثلاً لو فيه فنان تشكيلي مثلاً تعرض لمرض أو حادثة أو إصابة أو هل بتتدخل النقابة في هذه الحالة؟ آه بتتدخل عندها هذه الموارد عندي عندي الليحة وعندي بشتغل بموارد محدودة جداً 2000 جنيه 3000 جنيه حاجة تسوالنا خالص وعندي بالعلاقاتنا الشخصية مع الوزارات المختلفة بتساعدنا لكن أنا ما عنديش في صندوقي فلوس خالص أقدر أكافي الفنان اللي تعب عمره كله ومفروض أقوله شكراً اشتركوا في القناة